مساء الخير يا غالي واهلا بك في فيديو جديد ونوفمبر سويت نوفمبر يا غالي سويت نوفمبر يا غالي خليك فاكرة يا غالي ان اللي انت بتضيعي علينا دلوقتي ده سويت نوفمبر وانا بعد نوفمبر ده غالبا انتو مش هتشوفوني هاخد الاجازة اللي 4 شهور بتوعي لان زي ما انت فاهم الصحة والمجهود وصار الواحد يضيعه في الشغل المؤرف ده بيني وبينيو شغل مؤرف او يا غالي شغل مؤرف او والله ولكن حاليا انا مش قادر ابطل شغل لان فرص عظيمة بتحوم في الاجواء النهاردة معانا سماعة للشركة التي حيارت الشركات نجمة نجوم السماعات صاحبة اغرب مميزات ملك الجمال العشوائيات قرايمة ست البنات بص سيبك من انها نازلة من 1550 جنيه سيبك من الكلام ده الكلام ده ما يأكلش يعيش عندنا ولا يأكل معانا ولا يقعد معانا على طبلاي ما تقوليش 1500 انا ما اعتبدتش السعر ده اساسا من الاساس يا ابن الناس القرايم وشارك فور ارقص سعر لها في كوكب الرخام لازرق تمن حاليا موجود في الهند 899 رباية يعني 11 دولار وده سعر عرض برا المفروض نازلة من 2000 رباية انما دلوقتي على اقل سعر 11 دولار دولار تضربه في مش عارف سعره كام دلوقتي وبصيتش على صفحة البنك اللي هي ولكن لما تضربه في سعر المناسب وفيه كلام داير على نص عمود ولكن لما تضربه في السعر المناسب بعوني اللي هتلاقي ان مصر ارخص مكان في الامكان بس الفلوس مش كل حاجة يموم بيه طبعا انت عارف انا اخر حاجة بنفكر فيها الفلوس احنا بنشتهيه سماعة فميك شور انك هتسمع الفيديو ده كويس يا غالي السماعة دي لما اخذك جاي بتصميم نكبان بلوتوز 5.3 بطارية 140 ميلي شحن سريع بطارية 20 ساعة بتشحم بالكامل في أقل من ساعة ومفاجأات يا غالي ومفاجأات هيبقى فيه شوية مفاجأات في الفيديو ده بس خلينا نخش في التفاصيل لان انا كما تعلم غير مسؤول عن قرارك بالشرق او عدم الشرق بعد الفيديو ده انا مخلفتك شون سين انما لو هتشتري هتشتري من اللينك اللي انا هتطولك تحت في الوصف مش هتروح تسرش عليها بنفسك كلام واضح انا كده كده بقى حططلك ارخص سعب ماشي فاستهدى بالله كده ودوس لايك وشترك في القناة وفعل الجرس عشان هنبتك المواغذة غالي فعلا بس السماعة دي جاي بتصميم نكبة تركب عالرقبة كده شكلها في الودن وعالرقبة البلاستيك تطق والرقبة مش الفئة السعرية دي خالص لان السماعة كلها اصلا مش الفئة السعرية دي خالص ولكن عموما البلاستيك تطق الربر بطاري وناعم عالرقبة زراير السماعة برزة وكبيرة ومجسمة عشان لو هتحسس وانت مش شاير ده بيخليك تعمل تك 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 من غير ما تبص مش هتحتاجت بص والدرايفر بادي ذات نفسه مينمال على ايه واخد زاوية ميل عشان تدخله في ودنك من غير ما تيتني ايدك الوارف فتحة الدرايفر بيضاوية الكاويتش ذات نفسه مش مرن او مش لادن بالليفل بتاع وان بلاس او سماعات سوني ولكن الكاويتش ملمسه ناعم ومريح في الودن تقدر تقول الكاويتش في الار دوتس ليفل واحساسها في الودن افضل بمسافة من حاجة زي الار 50 طيب سي يا غالي اي بي اكس 5 يا غالي لو ما اضلعت عليها مش هيحصل حاجة يا غالي ولكن المميزات الجندة الاساسية في السماعة دي كانوا خمس مميزات عشان الحسد بس لين فلقت الحاجة والله يا غالي عرف واحدة بتبص للحاجة بتموتها بتنسيت بتدمرها تفشخ ام الحاجة بص للحاجة تعمل بور واحتار العلماء في الموضوع وجبني علماء من الناس المهم خمس مميزات الجندة البطارية وسرعة الشحن عارفينها غير ان سماعات ابنك باند لذيذة لانها بتمقى وان بيس ستتشحن مرة كل 3 ايام وخلصنا مفيش تفكيك وتركيب وفتحة وقفة تلبس على الرقبة زي السلسلة كده وبتنساها تحتاج شتعينها في حتة وانت بتقلعها ولا بتلبسها فيها ماجناتك بيقفل على بعضه والقفلة بتاعتها حلوة تعمل صوت لذيذ تدي صوت كلكية لذيذة كده ووزنها خفيف ووزن السماعة دي خفيف اظن في حدود 22 جرام ولكن سيب تاني ميزة بعد البطارية كانت الماي اسمع السامبل ورجعتك دي تجربة المايك لسماعة القرايمو شارك فور دي صوت يفوضى هدو الثامن هنبدأ دلوقتي الدوشة والهواء هيبدأ عند رقم خمسة واحد ثلاثة أربعة سمسة ستة سبعة ثنانية ستعة عشرة أخرج ثواشر أتناشر ثلاثة عشر هنخرج من الدوشة أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمان عشر ثمان عشر ثمان عشر المايكروفون في سماعات النيكبند عموما لازم بيبقى أقوى من السماعات الـ TWS بحكم موقعه وغرافة المايك بيبقى رايب منبؤك فالمسافة تبقى حيلة ولكن السماعة دي المفروض ضايفة على المايك بتاعها ENC Noise Suppression أو Reduction تخفيض ضوضاء إضافة ده المفروض اللي حصل إن شريحة الصوت اللي بياخدها المايك مش عريض دي المشكلة القلب وعزل الدوشة ضعيف الدوشة بتفضل مسموعة جنب صوت ومع ذلك هقولك عزل الدوشة ده مقبول على ضع لأن مثلا السوني سيم تنو مالف ونص ما كانش فيها عزلين هناك كانت حكت المايك فوق ماشي التشيرت بتعمل مشاكل وده على الرقبة فبتحكم واللي احتكاك صوته بيطلع في المايك ويصدق إن انت مش هتحب ده وده مش موجود هنا ولذلك أنا مهتم أكتر بشريحة الصوت تقدر تقول إنها بحكم التصميم ومن غير مجهود واخد مايك ستيم واستنى على عيوب للآخر ما تاخدش قرار قبل ما تسمع الكلام كله أولي ولكن المايك هنا يعتمد عليه بشكل جاي صوتك هيفضل مسموع ومفهوم مش هيقطع ثالث ميزة بعد المايك والبطارية الدرايفر مالوش علاقة بالفئة السعرية مالوش علاقة بشغل النيك باند الشعب المنتج بنجو زينجو فنجو كلام الفاضي صعب تفرقوا عن الموجود في الـ TWS لغاية 1200 لو هتقارنها بعيلة الـ AirDots التقليدية بتاعت شاومي هنا الصوت أكبر كحجب وأكوا كبس بفارق مستوى الصوت هنا نفس مستوى الـ B2i قريب من الشوتك بي اتش تم من تحت وعندك اتنين بروفايل للأكولايز هترجع للصوت دلوقتي بس عايز أخلص حاجة الأول عندك اتنين بروفايل للأكولايز بتبدل منهم بتاك كواحدة على زر الإب والكنترول هنا سهل وسالك بالمناسبة بس ده مش موضوعنا دلوقتي الاتنين بروفايل للصوت اللي هنا اخوات الـ P2i الاولين للستاندرد وده بيبقى مفتوح فيه تريبل أكتر عجبني أكتر والهيفي بيز واللي الحمد لله مطلعش هيفي على طريق تريل الهيفي بيز هنا بياخد الصوت كله ويعمه مع شوية بيز زيادة مش في الأوفرمين ما بيخنقش الصوت مشكلتي مع الهيفي كانت ان التريبل بيتظلم أكتر واساسا يا غالي وغالبا انت عارف عارف لا يعرف ان اساسا التريبل بيتظلم في فئة السماعات تحت الـ 3000 تماما ولكن هنا ختوصيف الصوت وبشكل عام وبعيدا عن التسعير البيز قوي الميد رينج جايد جدا التريبل جايد التكسيم جايد الفوليوم جايد جدا ولو هندخل التسعير في المعادلة فالصوت هنا هيتقال عليه واو ولا ده صوت ولا دي جودة 800 جنيه في الوقت الحالي مش 450 انت فاكر الاول الثلاثة اللي فاتوا كانوا ايه عشان هسمعت رابع ميزة يا غالي بعد البطارية اللي نسيتها يا غالي رابع ميزة بعد البطارية والمايك والدرايفر هي اللو لتنس عملت اختبار بينها وبين اسرع اربع سماعات عندي دلوقتي واللي بينهم واحدة من اسرع السماعات في السوق على ثالث اجهزة بمعالجات مختلفة بحب اشوف نفس اللي تشيب بتعمل ايه مع موبايلات مختلفة مع معالجات مختلفة مع سناب المقارنة مع بايونيك ميدياتيك تنسور ايه الكلام مين ميسنك مع مين مين بيقفش على مين وبتطلع لي عادة النتائج مسيرة للاهتمام السماعة دي في تجربة اللو لتنسي خدت مركز اول مكرر مرتين مع نجمة اللو لتنسي غني عن التعريف ان سماعات شاومي الاخيرة بتقدم اقل زمن استجابة في السوق دي اختها وتراجعت للمركز الثاني في التجربة الثالثة مع الموبايل الثالث بفارق اربع نوع دي واحدة من اسرع السماعات في نقل الصوت مع وضع الجيمينج بول واتحدى اي حد يجيب اسرع منها في السوق باستثناء بعض موديلات شاومي لنسبة السنة وممكن نبقى نعمل فيديو خاص لللولري تنس الان موضوع واسع نتكلم بتتأسسuckle Zai لان الموضوع واسع نتكلم بتتأس بعد rule بزي تأخذ اسرع استجابة صوتية لسماعة بلوتوث لو انت مهتم معنى يعني لان Don't happen to me علاقة بالارقام الدعاء وان كانت مرتبطة من بقيد بس في شوية معلومات حلوة ممكن تتعلم وخامس ميزة يا غالي كانت انها بتتصل بجازين في نفس الوقت والله اول ما شفت الاوبشل على الكارتونة تحكي قلت هتبقى سانة سوري اكيد هتبقى زي الاكتف نويز لما قال لك اقلع الكاوتشة وحط الكاوتشة جو ده الكاوتشة هتسند ودنك ده نويز كالسل تشيل الكاوتشة ده ترانسباليس على كده لو حبيب تجرب اوبشن زي الان سي ببساطة يعني ممكن تحط اصباعة في ودنك والمشكلة الاكبر واللي ما كانش مشجعني ان جربت الدول كونيكشن ده على الريدم باز سري برو وكان بيهند عليها عرض دلوقتي بألف ونص يا جماعة محدش يا جب وجربتو على الوان بلاس برو تو وكان بيهيس انت اول ما بتقول هدخل اتنين في نفس الوقت بتبدأ تحصل مشاكل لذلك يقاست وبقيت بروح على المانوال سويتش عشان ننجز هنا يا غالي ويالا العجب ويالا الانجاز ويالا الاعجاز هنا بيتصل بجهازين فعلا في نفس الوقت والهندلة بتاعته منطقية والاولوية بتقول ان الميديا بتاعته اشتغلت الاول ده هيفضل شغال هيفضل راكم الميديا اللي هتشتغل متأخر مش هتخش للم توقف الاولانية واللزيز انها بتدخل اوتوماتيك يعني تسكت دي تلاقي دي تروح يتدخل والالز واللقطة الحلوة ان الجهاز رقم اثنين او اللي شغل ميديا متأخر ده ومش هيخش عشان الجهاز اولاني بيتكلم دلوقتي وعشان ايه بتقطع حد وهو بيتكلم الجهاز التاني بقى هشغل الفيديو عادي بس من غير صوب مفيش ديسكنيكشن حصل هنا مش هيغفلك لو فهم قصدي طبعا انا جوا السماعة بس مستنين بس مكان يفضل في الدرايفر وعند خلق والمكالمة اللي هتيجي فوق الجميع يا رئيس عندما يتعلق الامر بالمكالمات الهاتفية فلا تحدثني عن اغاني او افلاق والكنترول بتاعها سريع اسرع من الوائل اللي الزي والوائل اللي الزيتو انا مستغرب زيك والله ياريت حد يكلم قرائمه يا جماعة يشوف لنا ايه المشكلة ونخش على عيوب بص يا غالي احط لك شوية عيوب من عندي لان عيب بمشيك باديك فاضية غير ان السماعة دي مش الفئة السعرية دي خالص اللي هنعملها على فئة السعرية دي اعتبرها من غير عيوب هنطلعها من غير ولا عيوب وده عيب بصراحة ده عندنا عيب فهنقولي العيوب في المطلق في العموم يعني ويكا انها سماعة بألف جنيه او ألف ونص ما فيهاش فيبريشن النك باند بيبقى فيه فيبريشن احيانا انا عن نفسي ما بحبوش في النك باند الصراحة كان بيخدني وبقى اشعر منه شريحة الصوت اللي بياخدها المايك مش عريضة الصوت ما بيتقطيعش بس الكواليتي كانت عايزة زاقة الانسي اللي موجود تقدر تقول ضعيف كروفايل صوت درايفر كان نقص شوية تريبل شوية تكسيم اللي هو تخطها جنب حاجة زي السوني سيمتين مثلا والمغناطيس اللي بيلزق السماعتين في بعض ما بيفصلش السماعة ما بيعملش تيرن اون تيرن اوف يوقف مزيكة مفيش وما بتقولش رقم اللي بتصل ده جاستين كيس يعني لو حد بيتساءل عن الموضوع وقول لك رأي في السماعة القرأي مشاركي فوريا غالي تعتبر سماعة للاستخدام العالي دي سماعة من السماعات اللي مفود تشتريها وبعد كده تفكر هتستفيد بيها ازاي او هتعمل بيها ايه تتصل بجازين تنفع جيمين بطارية كبيرة صوت قوي مايوكي اعتمد عليه مكلمات صوتك بيفضل مسموع مواد التصنيع محترمة ومعها ضمان سنة من اتصاله بـ 450 بولد واللي هو سعر يعتبر ارخص من السماعات الشعبي بـ 350 بولد السماعة دي هتاخد 10 بلاد 10 من 10 هتديها 10 من 10 لانها سماعة قيمة ايامة قيمة ورخيصة ايامة رخصة هسيب لك لينك الشعرة تحت في الوصف بارخص سعر الليها في كوكب الرخام لازل هتلاقيه تحت يا غير وسؤال الفيديو بما ان السماعة دي بلوتوث 5.3 ايه الفرق بين بلوتوث 5.3 و 5.2 عايز اجابة كاملة اجابة لو مش كاملة مش ها اعتمدها ودوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس تابعني على الاكاونتات اللي تحت واشترك في قناة الترشحات بتاعتي بنزل عليها اي حاجة بسعر تجاري عموما بغض النظر ولو بتشتري اي منتج من موقع انه نستخدم كود ال A1, A2, A3, A4, A5 عشان تاخد خاصم على اي منتج بتشتريه واشوفك الفيديو الجانب وبالنسبة للناس اللي عمالة تسأل على الريدم باتز فور لايت بلاش الحماسة دي يا جماعة الله يبارك لكم الله يبلاش الحماسة دي عشان هتزعله في الاخر السماعة عندي بقى لها شهرين مكون رأي فيها ومش عارف اطلع اقوله ازاي عموما بلاش بلاش الحماسة دي لغاية من اعرضها يلا ليلة الجميلة لغاية